ده الانيميشن اللي احنا هنعمله دلوقتي ده اسمه Logo Reveal Animation هنستخدم فيه كذا تكنيك زي Position Animation و Feathering و Mask Animations فهنا انا هنستخدم كذا حاجة في ال Composition دي كالعادة البروجيك ده موجود من ضمن الملفات اللي انت نزلتها من الكورس هنا فهنا انا هبدأ اعمل Composition جديدة هسميها Logo Animation مساحتها هتبقى 1920x1080 و هخلي الوقت بتاعها 5 ثواني و هدوس اوكي فدي ال Composition اللي هنعمل فيها الانيميشن كله لكن هنا احنا هنجي و نعمل Composition جديدة اسمها Logo 2 و دي انا هخليها 1000 بيكسل في 1000 بيكسل طيب ليه انا عملت هنا Composition تانية عشان هنا هنرسم مع بعض او هنعمل مع بعض Logo بسيط جدا فهنا هروح على الألبس تول و هخلي الفيل أبيض و هعمل هنا double click على الألبس تول عشان اعمل دايرة بحجم ال Composition كله بالشكل دا وبعدين هكتب هنا V باللون الاسود و هكبر التاكست فونت بالشكل دا وبعدين هروح على ال Align Panel و حطها في النص يعني هعمل Vertical Horizontal Center Alignment تمام فدلوقتي بقى عندنا اللوجو بتاعنا هنرجع بقى لل Composition الرئيسية و هنسحب ال Composition بتاعت اللوجو و أحطها هنا في ال Composition دي وبعدين هدوس Command Y لو Mac أو Control Y لو Windows عشان أنشئ Solid Layer هنا للخلفية وللخلفية دي أنا هاختار اللون دا و هنزله تحت اللوجو هنا على ال Timeline و هسمي Layer BG اختصار ل Background طيب دلوقتي بقى هنبدأ نعمل Animation للدوجو فأول حاجة هجيب الو Scale فهدوس S و هخلي قمته 50% وبعدين هنا أنا عايزة أعمل Mask على اللوجو بحجم الدايرة كاملة فهنا وأنا عاملة سيلكت على اللوجو هعمل Double Click على Elipse Tool فهنا Adobe After Effects عملي Mask بحجم الدايرة كاملة بتاعت اللوجو بعد كده حاجي هنا وهفتح Mask Properties و هروح للثانية واحد و هعمل Keyframe للمask Expansion عند القيمة 0 وبعدين هروح لنصف الثانية هنا و هعمل هنا Keyframe ثاني بقيمة negative 500 تقريبا عشان يخليها تختفي تماما من على الشاشة و هدفلها هنا Mask Feather خلينا هنا برضو نعمل Animation للمask Feather هخلي المask Feather هنا بقيمة 150 وبعدين هروح هنا و هخلي قيمة المask Feather 0 طيب تعالوا ندوس Play عشان نشوف الانيميشن بتاعنا الشكل عامل زي الغد دلوقتي دلوقتي بقى عايزين نعمل النقطة الصغيرة دي اللي انتوا شايفينها بتقع من فوق وبعد كده بيحصل Logo Reveal و دول هنا Layers مختلفة فهنا هنرسم دايرة صغيرة في حاجة هنا واعمل Click و هسبد صبعي على Shift وابتدي أشد عشان أرسم دايرة مثالية صغننة و هسميها Drop و باستخدام ال Align Panel هعطاه في النص فهنا لما اللوجو يبدأ يظهر احنا عايزين الدايرة تكون في المكان ده دلوقتي وانا عاملة Select على Layer بتاعة Drop هدوس عشان أجيب و هعمل Keyframe هنا وبعدين هنا أنا عايز النقطة تكون فوق فحاجي هنا و هشد ال Position لغاية لما النقطة تطلع بره طيب تعال نشوف دلوقتي الانيميشن بقى شكله عامل ازاي الانيميشن هنا سريع شوية فهشد الكيف دي هنا لليمين عشان أبط الانيميشن شوية وبرضو هشد اللير دي كلها لليمين فزاي ما انتم شايفين هنا النقطة نزلة وبعدين اللوجو بيبدأ يظهر طيب دلوقتي هعمل Easy إيس ممكن اشد دي للشمال شوية كده تمام كده بقى شكلها مزبوط ممكن كمان بقى دلوقتي نضيف Motion Blur للنقطة دي ونحطها تحت اللير بتاعة اللوجو هنا فهنا أول ما اللوجو يبدأ يظهر حنقطع اللير بتاعة النقطة هنا تمام فكده احنا عملنا اللوجو بتاعنا وعملنا بتاعه وعملنا النقطة اللي هي بتقع وبعد كده بيحصل دلوقتي بقى تعالوا نعمل الكتابة بتاعتنا ونزبطها ونعملها animation طيب فهنا هروح على وحبدأ اكتب الكلام بتاعي وهزبطه بالشكل ده وهخلي اللون بتاعه الابيض بعد كده هاجي عند ثانية ونص وهعمل keyframe للposition والscale بتاع الكتابة او بتاع التكست وبعدين هنا عايزة اللوجو يصغر شوية ويروح للشمال عشان يسيب مساحة للكتابة هنا لما تبتدي تظهر فهنيجي هنا ونصغر الscale لـ 40% وبعدين هدوس P عشان هجيب الposition واجيبها هنا للشمال وبعدين هنا هنجيب الscale بتاع الكتابة وهقلل القيمة شوية كده طيب هنا في اللوجو انا عايزة لون V يكون نفس لون الخلفية فهيجي هنا اعمل command shift Y لو Mac او control shift Y لو windows او ممكن وانا عامل select على background layer بروح ل layer هنا على menu وبعدين اختار solid settings وهنا هدوس على اللون وحاجي اخد الكود بتاع لون الخلفية copy وبعدين هفتح بتاعة اللوجو وهروح على V وهنا على character panel هفتح اللون وهعمل paste للكود بتاع اللون اللي انا عملتله copy فكده انا خليت لون V اللي في نص اللوجو هي هي نفس اللون الخلفية دلوقتي بقى هعمل animation على الكتابة هنا انها تظهر من وراء اللوجو بالشكل ده فهنا عايزين نعمل keyframe للposition وكمان للscale ودلوقتي هدوس U عشان اجيب كل الكي فريم وحاجي هنا مطرح مكان اللوجو محطوط في النص وهشد layer بتاعة الكتابة تحت layer بتاعة اللوجو وهشد كتابة للشمال وهصغر scale دلوقتي زي ما انتو شايفين الكتابة بقت بتسيجي من وراء اللوجو بالشكل ده كمان هنا هخلي layer بتاعة الكتابة تبدأ هنا عشان ما نشوفهاش في اول الانيميش وهعمل هنا دلوقتي easy ease لكل keyframes هنا بعد كده هروح على graph editor وهعلم هنا على كل keyframes وهشد كل خط بالشكل ده عشان يدينا الpop effect لكل animation هنا وكمان هنا هضيف motion blur للlayer دي ولlayer دي تعالوا نشوف بقى دلوقتي الانيميش النهائي بتاعنا بقى شكل عامل ازاي هيل وزي ما انتو شايفين احنا عملنا logo reveal animation بداية من ان احنا رسمنا اللوجو نفسه عملنا لوجو بسيط جدا عملنا الو animation عملنا drop اللي هي النقطة اللي بتنزل وبعد كده بيحصل logo reveal او اللوجو بيظهر بعد كده اللوجو بيظغر شوية بيروح على الشمال وبتبدأ الكتابة بتاعتي تظهر من وراء اللوجو بالشكل اللطيف ده تمام بكده نكون انتهينا من logo reveal animation project اتمنى تكونوا استمتعتوا بالبروجيكت ده واشوفكم الدرس اللي جاي موسيقى